اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددا برامجكم عدسة اثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وايضا الدينية والتربوية فأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم حياكم الله معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلي والسلم على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ورضاه للمدين المعد حياكم الله أيها الأخوة المشاهدين ومشاهدات عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله اليوم إن شاء الله موضوعا عن الغضب وأسبابه وآثاره وعلاجه ترى الغضب صفة طبيعية ليست بصفة مذمومة لأن الإنسان من طبيعته أنه يغضب كما أنه يفرح ويبتسم كذلك يغضب ويكشر ثم يعني تظهر فيه اللي هي آثار الغضب خاصة على الوجه وعلى الصوت وعلى الانفعالات والإحمرار الوجه معروف لكن إحنا في ديننا والسماحة الدين إحنا بالبداية ما نقدر ننفي الغضب نقول حق الواحد ما يصر أن أنت تغضب لا أنت لازم تغضب والغضب في أوقات لازم الإنسان يغضب يعني خلص ندخل في الموضوع على طول متى يجب على الإنسان أن يغضب أنت يجب عليك أي أخي المسلم أو أختي المسلمة أن تغضبوا أو أن تغضبا إذا انتهكت محارب الله يعني إذا شفت جدامك منكر كبيرا من الكبائر وإنت عندك عادي ولا تحرك في شيء ولا استنكرت ولا 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 لا راجع إيمانك أنت عندك خدش في الإيمان أنت لست كامل الإيمان من كمال الإيمان أن يغضب الإنسان لأن هذا الفعل أو هذا الكلام قد أغضب الله عز وجل فأنا أغضب لغضب الله تعالى يعني الآن ليس الغضب لحظ النفس فلان سبني وشتمني وضربني أغضب هذا أمر من حظظ النفس هم ترى عادي وطبيعي الغضب لكن نحن نقول صفة الغضب في العلاقات الاجتماعية وأولاها طبعا مع الوالدين ومع الزوجة ومع الأولاد ومع الأخوة والأخوات ومع الجيران ومع الزملاء يجب أن يتحكم الإنسان في هذا الغضب لازم تسيطر على غضبك الشريعة لم تنهك عن الغضب إنما نهتك عما يدعو إليه الغضب الغضب يدعوني أني أسب ما أسب أشتم ما أشتم أضرب ما أضرب يعني أنا أعصب لكن الحمد بالله أني ما شتمت وما سبيت ولا غلط ولا استهزأت ولا ولا حق يعني ما فعلت أي منكر في هذا الغضب أنا زعلت ضايقت غضبت حزنت من داخلي ومو قادر أني أشوف هذا الشيء لكن أني أنا أقوم وردت فعل لهذا الفعل أو هذا الكلام كذا أني أسب أو أشتم أو يعني أغلط على الناس وكذا هذا ترى هذا أمر منهي عنا إذن الشريعة لا تنهى عن الغضب إنما تنهى عما يدعو إليه الغضب من سب وشتم وضرب طبعا الغضب يكلفك طاقة جبارة رهيبة يعني أنت قاعد تبذل طاقة كبيرة وتعب جسمك حواسك وعقلك وقلبك يعني كل جسمك تأثر من هذه الصفة سبحان الله والابتسام السعادة لا تبذل بها إلا أقل مجهود إشحالات الابتسام إشحالات الضحكة إشحالات الود والتواد والمحبة ومثلا نقول يعني الغشمرة وتجاذب أطراف الحديث وكذا فالحمد ترى هذا الأمر طيب ولا يبعثوا في النفس الغضب وما إلى ذلك أنزين الحين يعني الغضب قلنا يؤدي إلى منكرات أكبر منه سب وشتم وضرب ثم كراهية ثم حقد وضغينة ويمتلئ صدرك يعني كره لهذا الشخص اللي أنت غضبت على هذا كل أمر منهي عنه في الشريعة كله ترى حرام أنزين يعني إذن أنا الحين يعني قعت وولولت وصارخت وغضبت وطقيت وكسرت وحطمت يعني أحس أني أنا وايد سويت أشياء وخسرت أشياء وكان عندي ممكن أني أني أسوي أشياء أتفادة فيها هذا الأمر لكن سبحان الله خلاص أنا انفلت مني لعيار وما عندي كنترول على غضبي وطلع مني بركان وفي حمم حرقت كل اللي جد دامي يعني والله أني خسرت بهذا الغضب إذن الحلم ضد الغضب الحلم سيد الأخلاق يعني أنك تكون حليم وما وما تغضب خاصة في حظوظ النفس فهذا طبعا خلق قوي يحتاج إلى إيمان قوي كل ما زاد إيمانك كل ما زاد حلمك كل ما زاد عفوك وكل ما قل إيمانك كل ما زاد غضبك وزاد غلك وكراهيتك وحقدك على الناس لا هذا إذن آن احنا نقول لي هذا يعني هذا اللي اللي خنقول اللي يقول ليش تغضب يقول أنا عصبي ما قدر ما قدر أنا عصبي آه أنا حمقي أنا لا أنا لا يمكن أني ما أكون عصبي قلنا لا تعال نحن نمشي معاك حبة حبة خل نمشي معاك حبة حبة طبعا خنقول الغضب من الشيطان الغضب من الشيطان هو اللي ينفخ فيك هذا الأمر ويحرضك على الغضب ويحرضك على العمل بما يقتضيه الغضب من سب وشدم وضرب كذا كذا فأنت امسك نفسك ولا تسمع كلام الشيطان أول علاج للغضب أنك لا تسمع كلام الشيطان الذي يدعوك إلى الغضب ويحرضك على الغضب وعما يقتضيه هذا الغضب من سلبيات كثيرة إذن الغضب يعني إذا ما غضبت أنا دحرت الشيطان وهذا مطلب مطالب إذن أنا في الغضب هنا انتصرت على نفسي وانتصرت على الشيطان ولم أقع في المنكرات بعد الغضب أيضا أتذكر فضل الكاذي من الغيظ الله سبحانه وتعالى يقول والكاذي من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذن لمن أنا أكظم غيظي يعني يقول النبي عسير يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أرضاه الله سبحانه وتعالى يعني أنت كان موقف جدامك صار وكان بإمكانك أن أن تغضب لكن أنت ما غضبت امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي قال لنهانا عن الغضب وأمرنا بكظم الغيظ وكظم الغضب هذا فأنا حصلت أجر لمن أني ما عصبت ولا سبيت ولا اجتمت ولا ضربت ولا 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 سبيت ولا منكر أنا الحين طعت ربي ما عصيت ربي إذن أنا حين خذيت حسنات والعكس بالعكس كان حين أنا خذيت سيئاتي شكثر لمن عطيت نفسي راحتها في التمادي بما يمليه علي هذا الغضب النبي عليه السلام رأى رجل يغضب ويرعد ويزبد فقال أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما هو فيه شنهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شفت لما تقول كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفت الغضب الحمد لله قلنا الشيطان من النار والنار شنهي يطفيها يطفيها الماي يعني أنا الحين لمن أغضب أروح أتوضه بإذن الله هذا الماء اللي أتوضه فيه اللي أتمضمض وأستنشق وأغسل ويهي وإيدي وريلي ومسحراء هذه العملية وصول الماء إلى جسمي فيه إطفاء لهذه النار التي أتتني من هذا الغضب إذن الغضب من إبليس وإبليس من نار ولا يطفي النار إلا الماء أنزين كذلك غير من وضعك إذا أنت واقف اقعد إذا أنت قاعد اتجع يعني أنا الحين لمن أكون معصب وغضبان وأكون واقف يعني جاهز حق ردة ردة الفعل لمن أكون قاعد أنا يعني أنا ما أنا مسعد وايد حق ردة الفعل على ما أقوم يمكن أغير رأي يمكن أصلي أي شيء ما أسوي ليدعو الغضب وإذا ما تتجع بعد أحسن وأحسن كذلك غير المكان اللي أنت فيه الزوج والزوجة إذا تغاضب وتدابر وتناجر مثلا وصار بينهم صار بين المشكلة وصراخ ومصراخ وكذا كذا إذا المرأة راحت غرفة النوم واستكلت غرفة النوم تبي تكسر الشر هذا اللي بيدها أنزين تروح غرفة النوم وتسكر الباب على إنسان علشان تبي تكسر الشر الريال إذا شاهد نفسه معصب وهو رافع صوتها والزوجة رافع صوتها اثنين هم غضبانين فيطلع من البيت شوية يروح لأي مشوار ثم يعود إلى البيت فتغيير الحالة تغيير الحالة اللي أنت فيها كوني أنا أطلع بر البيت ترى أنا الحين ترى الحمد لله ترى أنا الحين قدرت أيضا أطلع من مود الغضب وأنسى وأتحسف وراجع نفسي وأندم على الغضب اللي أنا غضبت أو بالسب اللي سبيت أو بالشتم اللي شتم تول طق وكذا كذا سبحان الله إذا تغيير هذا بعدين يعني أنظر إلى إلى الأجر اللي عند رب العالمين وكذلك أنت بشر مهما غضبت فغضبك ما يوصل إلى غضب الله عز وجل يا بشر شوف ملك الملوك اليوم القيامة يعني صار النفخ في الصور الصعق ثم البعث ثم الحشر إحنا كنا يأيين ناطرين الحساب والله سبحانه وتعالى ليه الحين ما حاسبنا فالملائكة يقولون أن الله قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله قط سبحان الله فطبعا يتكلمون يعني مع بعض يعني من اللي نخليه مثلا يدخل علشان الله سبحانه وتعالى يحاسبنا فالملائكة قالوا لا احنا الأنبياء ما سنتدخل لين يوصلوا حق النبي عليه واضح يقول أنا لها ويسجد تحت العرش سجدة ويطلب الله سبحانه وتعالى طلبا ويرجوه رجاء عظيما ثم الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعى النبي عليه واضح والخاطر النبي عليه واضح الله يحاسب له و substantial يبدأ بحسابنا بفضله بفضله ثم بفضل النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا أيضا يعني مهما غضبنا فغضب الله أعظم من غضب نوايد بعدين احنا نقول حق الواحد شوف نفسك في المنظرة ها إذا عصبت تشوف نفسك لا أنا 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 شكل شكلي لا لا أنا شكل عدم مشاء الله مبتسم وحلو وذرب ومو وتمام لا أنا لا يعني أنت تكره نفسك لما تشوف نفسك في المنظرة إن شكلك صار سبحان الله شكل يعني مقيت غير محبوب غير مألوف الناس تنفر منك الناس ما تحب الإنسان العصبي الداعي العصبي داعي فاشل إزين أنت هل هل ترضى أن تكون تكرمون كالثور الهائج لا بالعكس أنا بكون يعني ذلك الحمل الوديع الطيب الذي يحرص على راحة الناس ومحبتهم ويعطيكم العافية وإزاكم الله خير وبرك الله فيكم وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر